تصعيد عسكري مستمر لميليشيات الحوثي ضد المدنيين داخل اليمن وفي الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات البسيرة بيان لتحالف دعم شرعية صدر عن المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي كشف أن منظومة الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت طائرة حوثية من دون طيار متجهة نحو أهداف مدنية في عسير مشيرا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار المالكي أكد أنه كلما تقوم به الميليشيات الحوثية يدخل في إطار الاستفزازات المستمرة لقوات التحالف لكي ترد الأخيرة بعمل عسكري مشيرا أن الميليشيات مستمرة في هجومها بالطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد مشددا أن قيادة التحالف ملتزمة بوقف إطلاق النار بالحديدة تماشيا مع اتفاق السويد وجدد المالكي التزام التحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الأممي وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق ستوك هولم محذراً الميليشيات الحوثية من استهدافها للعيان المدنية والمدنيين ومؤكداً أن السعودية ستحتفظ بحقها في الرد بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني يذكر أن هذه العملية الثانية لمحاولة استهداف السعودية خلال أسبوع حيث قامت الميليشيات في الثاني من إبريل باستهداف مدينة خميس مشاب جنوب البلاد بطائرتين من دون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية السعودية وأدت إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفل فيما قدمت السعودية شكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص مطالبة باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الانتهاكات الحوثية المستمرة ميس الحربي العربية